يقول ابن كثير فخذل الخليفة لاحظ يعني الآن يتعامل مع الخليفة عبارة عن دمية عبارة عن لعبة عبارة عن صبي عبارة عن طفل عبارة عن صغير عبارة عن سفيه عبارة عن غبي عبارة عن أبله عبارة عن فاقد عقل لاحظ لماذا يريد أن يدافع عنه يعطيه القدسية يقول ليس هو الآن أيضا تحويل وحوال على مفلس ومفلس يقول الآن ابن العلقم هو الذي ينصح هو الناصح هنا والخليفة لم يمتثل لكن لاحظه يحاول أن يدافع عن الخليفة يقول فخذل الخليفة عن ذلك دوي داره الصغير أيبك وغيره لاحظ إذن ابن العلقم ينصح الخليفة حتى لا يصل إلى بغداد هلاك ولا جيش هلاك حتى يبقى الخليفة على منصبه وأما دوي داره الصغير أيبك وغيره خالفوا النصيحة خذلوا الخليفة أمروا الخليفة فقالوا له إن الوزير يقول وقالوا إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموال وأشاره بأن يبعث بشيء يسير لاحظ كيف يصانع أموال ستذهب الآن الآن لا يوجد شيء يخص ابن العلقمي لا يوجد دور لابن العلقمي في هذا لماذا؟ لأن أصل الهدايا ستذهب باسم الخليفة وليس بيد ابن العلقمي وإنما بيد هذا أيبك أو غير أيبك من المماليك أو بيد بأيدي أو بيد غيرهم من أمة التيمية بالخصوص وهو أيضا سيرسل هذا ويبعث هذه بيد أمة التيمية إذن أين المشكلة؟ ما هو دور ابن العلقمي هنا؟ لا يوجد أي دور لابن العلقمي هنا لاحظ هذه السذاجة هذه السفاهة عند من يكتب عن تدليس في نفسه شيء في نفسه مرض عنده اضطراب عقلي عنده حقد عنده مرض نفسي فيكتب لاحظ لا يستطيع أن يجمع المعاني المتناسقة مهما حاول التفت جيدا أحكي هذا الكلام لأصغر إنسان لأبسط إنسان نصحه بأن يعطي ويبعث هدايا سنية إلى هولاكو ومن الذي سيذهب بهذه الهدايا أحد المقربين من الخليفة ليس ابن العلقمي والمماليك حسب أو ابن كثير يقول خذل الخليفة وقال له أن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار الآن أي عاقل عندما يأتيه تحذير بهذا الخصوص التفت جيدا يعني هو يقتنع الآن كما فعل غيره أنه إذا أرسل الهدايا السنية إلى هولاكو ينتهي الأمر يقتنع هولاكو وينتهي الأمر الآن أتاه تحذير قال له بأن ابن العلقمي يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموال لاحظ الآن ألا يوجد عاقل ألا يوجد عقل يقول كيف يبعثه هو الذي سيبعث الخليفة الآن إذا كان في نية الخليفة يبعث هذه الأموال بيد ابن العلقمي فأتاه تحذير إذن لا يبعث الأموال بيد ابن العلقمي وينتهي الأمر إذن تبقى أصل النصيحة يبقى أصل التصرف أصل الواقعة أصل النصح أصل الحل أصل دفع الضرر والخطر عن الإسلام والمسلمين فيرسل الأموال الهدايا السنية بيد غير ابن العلقمي وينتهي الأمر لكن لاحظ تدليس واضح لا يستطيع أن يجمع الأمور ويعطي المعنى المتناسق للأمور لماذا؟ لأنه تدليس لأنه ليس من عند الله فتجد فيه الاختلاف الكثير والتناقض الكثير والباطل الكثير لأنه باطل يقول وقالوا فخذل الخليفة عن ذلك دوايدارو في الصغير أيبك وغيره وقالوا أن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموال وأشاروا بأن يبعث بشيء يسير أقول إضافة إلى ما قلت أقول إن هذا يدل بكل وضوح أن الأمور والاستشارة ليست بيد ابن العلقمي بل بيد المماليك وقوة تكفير الأسطوري لاحظ الآن الأمر بيد من؟ يقول فخذل الخليفة فخذل الخليفة دوايدارو الصغير أيبك وغيره إذن هل الأمور بيد ابن العلقمي الوزير؟ يقول أقول إذن أن هذا يدل بكل وضوح أن الأمور والاستشارة ليست بيد ابن العلقمي بل بيد المماليك وقوة تكفير الأسطوري بالرغم من أن رأي ابن العلقمي كان حكيماً موافقاً للعقل وحكم العقلاء وموافقاً للتجربة العملية المتكررة مع هولاكا وقادة التتار في ذلك العصر فانقاد الخليفة أمير المؤمنين للمماليك ورأيهم الفاسد الأحمق المهلك وترك رأي العقل والعقلاء فمن هو الغبي الفاسد الخائن ومن هو ابن العلقمي هل ابن العلقمي الشيعي أو المملوك أيبك التيمي سؤال للعقلاء يكمل ابن كثير يقول فأرسل الخليفة شيئاً من الهدايا فاحتقرها هولاكو خان وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دوي داره المذكور وسليمان شاه فلم يبعثهما إليه ولا بال به لم يبال به أبداً ألتفت جيداً أيضاً هنا هذه أقول هنا للعقلاء لبني الإنسان يقول وعلى رأسهم ابن الجوزي الإمام محي الدين التكفيري التيمي على رأس الوفد إذن من الذي أخبر هولاكو بأن هذا المقترح هو مقترح أيبك وسليمان شاه فطلب هولاكو أن يحضر عنده دوي دار الخليفة أيبك وسليمان شاه ورفض الذهاب لاحظ هذا كل هذا الحدث كله وهولاكو يريد التحرك نحو العراق كان يستعد للتحرك نحو العراق وأقول أيضاً يا ابن تيمية يا إمام التدليس أين ابن العلقمي هنا هل هو مع أو ضد هل نصح أو غدر وهل جنى الخليفة على نفسه بالأخذ برأي سفهاء الأحلام المارقة فاستخف واستهان وأهان هولاكو حتى حصل ما حصل وإذا حاولت بائساً التبرير بالقول أن هولاكو جاء ناوياً للشر والقتل والإبادة على كل حال ومهما تنازل وعطاه الخليفة إذن لماذا يا فاقد العقل والإنصاف تتهم ابن العلقمي وتحمله كل ما حصل يكمل ابن كثير يقول حتى أزف قدوم قدوم هولاكو التفت جيداً إذن نصحه ابن العلقمي بإرسال هدايا سنية راقية كثيرة عظيمة حتى لا يتحرك هولاكو إلى العراق نحو بغداد رفض الخليفة أرسل إليه الهدايا المهينة الهدايا الحقيرة الهدايا التي تنتهك شخصية وهيبة وجبروت وتكبر هولاكو حصل ما حصل هولاكو الآن طلب أن يحضر عنده أيبك وسليمان شاه حاشية الخليفة أمراء الخليفة قادة جند الخليفة وزراء الخليفة اليد الضاربة للخليفة الأشخاص التي تسببت بي أن يحقد ويزداد حقداً وحنقاً هولاكو على الخليفة وعلى بلاد الإسلام أيضاً رفضوا الحضور بل لم يبالي ولا بالا بالخليفة بهولاكو ولا بطلب هولاكو فازداد هولاكو حقداً وحنقاً على الخليفة بالتأكيد إذن من المسبب لاحظ سببوا الأمر وازدادوا في تأكيده وتعميقه الآن يقول حتى أزف قدومه أي قدوم هولاكو ووصل بغداد بجنوده الكثير الكافر الفاجر الظالم الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون عشرة آلاف فارس لاحظ هناك أعطى قال مئتي ألف وهناك قال عشرة آلاف لا يبلغون عشرة آلاف فارس وهم وبقية الجيش كلهم قد صرفوا يقول لا يبلغون عشرة آلاف فارس وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن اقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد يعني الخليفة خزانة الخليفة فارغة ميزانية الخلافة انتهت سربت سرقت انتفت إذن ليس عنده الأموال كي يعطي الجند حتى صار الجند الأساكر يستعطون يستجدون في الأسواق وأبواب المساجد يقول وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله إذن قضية شاخصة ليست في هذه السنة وإنما من سنين حتى كتب فيها الشعراء القصائد التي يرثون فيها الحال ويحزنون على الإسلام وأهله بسبب ما وصل إليه الحال من تسريح الجند واستعطاء الجند واستجدائهم في الأسواق وأبواب المساجد فأين الخليفة من هؤلاء؟ أين السلطة من هؤلاء؟ أين قائد الجيش؟ المملوك؟ أين المماليك؟ قادة الجيش والأمراء من هؤلاء؟ مع افتراءات التيمية وسيأتي الكلام عن هذا أن مقترح حل الجيش تقليص عدد الجيش لفقدان الأموال لفقدان الميزانية لسرقة الميزانية ميزانية الدولة لعدم كفاية الأموال وميزانية الدولة لتزديد الرواتب فسرح أكثر العسكر الآن عندما يرى هذا الحال وعندما أنشد الشعراء والكل التفت إلى أن هذا فيه هلاك ودمار للإسلام وأهل الإسلام كتبوا القصائد التي يرثى بها والتي يرثون بها ويحزنون على الإسلام وأهله ألم تحرك هذه الخليفة؟ أعوان الخليفة؟ أمراء الخليفة لسنوات لسنين وخطر التتار والمغول من كل جانب وفي كل يوم كل الأوقات كل الأماكن على فرض أن ابن العلقمي اقترح هذا نصح بهذا فكما رفض الخليفة نصيحة ابن العلقمي في قضايا هدايا هولاكو لماذا لم يرفض هذا؟ واستمر الحال لسنوات والناس تبكي وتحزن على ما حصل وتقرأ السلام على الإسلام وأهل الإسلام وهم بقوا على ما هم عليه فإذا كانت فعلاً المؤامرة والأمر والنصيحة والإرشاد من ابن العلقمي فمن الذي أجبرهم على التمسك بهذه النصيحة لسنوات وبالرغم ما حصل وبالرغم من التفاة الناس إلى ما حصل من هلاك ودمار ومستقبل مظلم للإسلام وأهل الإسلام وأقول أيضاً إلى هنا لا يوجد ابن العلقمي سوى أنه قدم النصح للخليفة العباسي لكنه لم يأخذ بنصيحة وزيره ابن العلقمي متأثراً بوسوسة ونفاق ممالكه وقوة تكفير المارقة من حاشيته مما جعل هلاكو يزداد حنقاً وحقداً على الخليفة وبلاده وشعبه ودولته وإذا رفض أئمة التدليس هذا الواقع بالدعاء أن هلاكو من بداية الأمر ومنذ عشرات السنين هو وقادته بدأوا هجماتهم المستمرة على بلاد الإسلام وكان هدفهم إسقاط الخلافة في بغداد وإنهاءها فإذا كان الأمر كما تدعون وتنفون المسؤولية عن الخليفة وممالكه وعاشيته التكفيرية فبالأولى انتفاء المسؤولية عن ابن العلقمي فلماذا إذن يا منهج التيمية تسلق دائماً مسلك الازدواجية والتدليس والكذب والنفاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر